السلام عليكم حبيباتي وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم عالم سهام سعيدة بلقائكم مجددا وأتمنى أن تكونوا بصحة جيدة وأن تكون جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله موضوع فيديو اليوم سيكون عن تبييض الوجه وتفتيح لون البشرة بمكونات سريعة المفعول ومضمونة 100% فالعديد من النساء والفتيات تستخدم الكثير من مستحضرات التجميل والمكياج لتبييض البشرة وإخفاء العيوب التي تظهر على الوجه حيث يتعرض هذا الأخير للعديد من العوامل الطبيعية التي تؤثر على لونه لكن هذه المستحضرات عزيزاتي والمكياج أيضا يؤثر على البشرة على المدى البعيد كما يمكن أن يزيدها إسمرارا ويسبب ظهور حبوب وبقع بنية داكنة يصعب التخلص منها لذلك سأقدم لكم اليوم خلطات مجربة وطبيعية تعمل على تبييض وجهك وتصفيته من أي آثار للحبوب أو للتصبغات وفي خلطتنا الأولى سنحتاج لمعجون الأسنان فمعجون الأسنان يقوم بإزالة البقع الغامقة عن الجلد ويبيضها زيادة على دوره الفعال في إزالة آثار الحبوب خصوصا التي يتركها حب الشباب بالوجه لاحتوائي على مكونات مفتحة للون البشرة لذلك فهو يقوم بتفتيح لون بشرتك ويبيض وجهك كما يخلصك من الرؤوس السوداء وهو كذلك مقشر ممتاز لجميع خلايا الجلد الميتة والتي تتركم وتسبب الإسمرار وكذلك تسبب الجفاف للبشرة معجون الأسنان عزيزاتي يزيل كذلك شعر الوجه الزائد ولا أنصح باستخدامه من طرف الأشخاص ذوي البشرة الحساسة فيمكن أن يسبب إحمرار وتهيج لأنه مفعول قوي على البشرة لإزالة الإسمرار والبقع والتصبغات بشكل نهائي سنحتاج كذلك للفازلين الذي يقوم بتبييض البشرة بطريقة غير مباشرة فهو يرطب مما يمنع تشققات البشرة وجفافها الشيء الذي يسبب الإسمرار فالفازلين يغذي أعماق الجلد وهو يمنح بشرتك نعومة دون التسبب في انسداد للمسامات والفازلين أيضا يحارب التجاعد بعدة طرق فهو فعال لأنه كما سبق وقلت يمنع البشرة من الجفاف بسهولة ويقوم بملأ الخطوط الخفيفة المسببة للتجاعد كما يحد من ظهورها ويعالجها بفعالية كذلك الفازلين يحجز الرطوبة داخل البشرة ويعززها مما يخلصك من جفاف البشرة المسبب للإسمرار فاستخدميه كذلك لإزالة مستعدرات التجميل والمكياج من على وجهك فهو يزيله بطريقة انسيابية قبل النوم يزيل المسكرة وضلال العيون وكذلك الكحل بطريقة سهلة جدا وناعمة على بشرتك بدون أن يجردها من الزيوت الطبيعية وهذين عزيزاتي هما مكونا خلطة تبييض الوجه وتفتيح لون البشرة الأولى لنمر الآن لطريقة تحضيرها لكن قبل ذلك لرجاء صغير منكم وهو أن تدعموني بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو لتشجيع على نشر المزيد من الخلطات الحصرية والمجربة وكذلك أدعوكم للاشتراك بقناتي عبر الضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب تحت الفيديو مع تفعيل زر الجرس الصغير بجانبه لتتوصلوا بجميع إشعارات الخلطات الجديدة فور نزولها على القناة شكرا لكم إذن عزيزاتي بسم الله سنضع ملعقة صغيرة من الفازلين في إناء مناسب ونضيف إليها نفس المقدار أي ملعقة صغيرة من معجون الأسنان نقوم بدمج العنصرين جيدا إلى أن يتجانسا بعد ذلك نطبق الخلطة على الوجه ونتركها لمدة 15 دقيقة نغسل بالماء الدافئ ثم بالماء البارد من المهم جدا تطبيق الخلطة على وجه نظيف وجاف والتطبيق يكون باستخدام الأصابع أو بفرشات مكياج نظيفة على الوجه وكذلك على الرقبة لتوحيد لونها كذلك نستخدم هذه الخلطة ثلاثة مرات بالأسبوع وصدقوني فالنتيجة تظهر لكم بعد الاستخدام الأول فاستخدموها بالمقادير وفي المدة المحددة فقط يمكنكم عمل كمية كبيرة من هذه الخلطة والاحتفاظ بها في علبة زجاجية مغلقة واستخدموها كلما أردنا ذلك وأشير حبيباتي إلى أنني جربت هذه الخلطة فأنا بالبداية استغربت من هذا الأمر فكيف يمكن لمعجون الأسنان أن يقوم بتفتيح وتبيض البشرة وقمت ببحث حول هذا المكون لأكتشف أن به مكونات مبيضة تعمل على التخلص من البكتيريا التي تسبب ظهور بقع وحبوب كما أن معجون الأسنان آمن على البشرة فلا تخافوا من وضعه فقط لا تستخدموه بشكل يومي لكي لا يتسبب بنتيجة عكسية كما أن مزجه مع الفازلين يمنع جفاف البشرة وتهيوجها أما بالنسبة للسيدة دوات البشرة الحساسة جدا فلا تستخدموا هذه الخلطة فهناك العديد من الخلطات البديلة على قناتي صالحة لجميع أنواع البشرة ولا تسبب أي تهيوج أو إحمراء أو يمكنكم كذلك تطبيق الخلطة الثانية أو البديلة بدون خوف فهي آمنة على البشرة الحساسة وسنحتاج فيها لبودرة الأطفال أو ما يسمى ببودرة الطالك أيضا وأذكركم حبيبتي أن هذه البودرة هي بودرة مستخلصة من طحن حجارة طبيعية مكونة من سيليكات الماغنيزيوم إضافة لبعض الألياف ومواد ضامة وأول من استخدم بودرة الطالك أو بودرة الأطفال هم الفراعنة لغاية التجميل فقد طحنوا الحجارة إلى أن أصبحت ناعمة وخلطوها بالعسل ودهن النعام للعناية بالبشرة والتجميل بشكل عام فهذه البودرة عزيزتي تقوم بتفتيح لون البشرة وتنعيمها كما تقشر بشرتك وهي رائعة للسيدة دوات البشرة الدهنية لأنها تمتص الزيوت الزائدة والزهم الذي يسبب الحبوب والرؤوس السوداء سنحتاج كثاني مكون للليمون الحامض والذي يمكنكم تعويضه بعصير البرتقال لصاحبات البشرة الحساسة فعصير الليمون الطازج عزيزتي علاج فعال وآمن لتفتيح وتبييد لون البشرة فهو غني بفيتامين سي كما أنه يحتوي على خواص مبيضة تساعد على إزالة الإسمرار والبقع الدكنة من على بشرتك كما يحتوي على حمض السيتريك الذي يعمل على تقشير خلايا الجلد الميت التي تسبب الإسمرار وزيادة على مضادات أكسادة تساعد على تبييد البشرة وتطهيرها وتخلصك من البقع الموجودة بها وسنحتاج كثالث مكون لزيت الورد فزيت الورد مهم جدا لتفتيح البشرة وتنعيمها يخلصك أيضا من حب الشباب والندوب ويزيل التجاعد من بشرتك وهو مناسب لجميع أنواع البشرة فزيت الورد يعتبر مقشر للبشرة يعمل على إزالة الجلد الميت بلطف ويناعم البشرة كما يزيل الإسمرار الناتج عن التعرض للشمس مما يفتح لون البشرة بالإضافة إلى أن هذا الزيت يمنع تلف خلايا الجلد عن طريق القضاء على الجذور الحرة الضارة وهذه عزيزاتي هي مكونات الخلطة الثانية لنمر الآن إلى طريقة تحضيرها في إناء مناسب سنضع ملعقة كبيرة من بودرة الأطفال أو بودرة الطالك ونضيف إليها ملعقة كبيرة من عصير الليمون أو عصير البرتقال استخدموا المناسب لكم ونضيف كذلك ملعقة صغيرة من زيت الورد الذي يمكننا تعويضه بزيت اللوز الحلو نخلط المكونات شيدا إلى أن تتجانس ونقوم بغسل وجهنا أولا نجففه ونطبق هذه الخلطة على الوجه وعلى الرقبة نتركها لمدة 30 دقيقة بعد ذلك نشتف بالماء الدافئ ثم بالماء البارد ونطبق هذه الخلطة 3 مرات بالأسبوع فهي تماما كالخلطة الأولى تعطيكم بياض من أول استخدام لكن دوموا عليها إلى أن تحصلوا على النتيجة المرغوبة يمكنكم الاحتفاظ بباقي الخلطة في علبة زجاجية فهي تبقى صالحة لمدة 3 أيام وبعد انقضائها قموا بتحضيرها من جديد وإليكم بعض النصائح والإرشادات عزيزاتي التي من شأنها أن تساعد على تفتيح لون البشرة بسرعة قموا بوضع واقي الشمسي على البشرة بشكل يومي قبل التعرض لأشعة الشمس فهذا الأخير يحفز الجسم على إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن جعل البشرة داكنة بالإضافة إلى مشاكل البشرة الأخرى كالبقاع الداكنة والنمش واحرصوا على الاهتمام بالبشرة من خلال تنظيفها مرتين باليوم كذلك قموا بعملية التقشير الأسبوعي لبشرتكم على الأقل مرة بالأسبوع لتتخلصوا من الأوساخ والشوائب وخلايا الجلد الميت أكثروا كذلك من شرب الماء شربوا على الأقل لترين يوميا كما أنه من المهم جدا الحرص على اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية الضرورية للبشرة مثل الفيتامينات التي تتواجد بكثرة في الخضار والفواكه وكذلك الحبوب والقطاني وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم عزيزاتي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات والخلطات المقدمة لا تنسوا أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم ومعارفكم لتعم الفائدة أشكركم على متابعتكم ووفائكم وأضرب لكم موعد قريب في خلطة قادمة بإذن الله